الكاتدرال من أجل استمتاع بهذه المناظر التي تسر الناظرين السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة ومباركة للجميع انطلقنا من هنا من أفرار مرورا ببين الويدان السد المشيد على واد العبيد من أجل الوصول إلى منطقة تسمى ووزغت منطقة ووزغت مدينة صغيرة جبلية كذلك يمكننا الوصول إلى ووزغت الذي يستبعد عن سوق سبت حوالي خمسين كيلومترا عبر هذا الطريق وهو الأقرب إلى مدينة بني ملال هذا الطريق يسمى طريق تيموليلت تصل إلى أولادنبارك عبر بني ملال ثم عبر من هنا تصل إلى ووزغت ثم تلقويت هذه هي تلقويت التي تبعد عن ووزغت بحوالي 42 كيلومترا فيها الارتفاعات أكثر لتصل إلى منطقة إيمينوارك إذن في اليوم الأول أولا مشيا على الأقدام اعتلينا قمة الكاتدرال من هذا الطريق الذي ترون أمامكم روائح زكية رائحة السعتر أشجار تيدا أشجار متنوعة أخرى ومناظر جيولوجية شكلتها أو تشكلت بمرور زمن طويل جدا الكاتدرال سميت هكذا بالكاتدرال من طرف الاستعمار الفرنسي لأنها تشبه الكنيسة تماما كما سترون بعد قليل وأصلها هو جبل إيمس فران أو ماست فران توراة جيولوجي محمي تابع لجيو بارك مقون إنها وجهة سياحية من النوع الجيد هذه الوجهة تبعد عن مدينة بني ملال بحوالي 92 كيلومترا وتبعد عن سق سبت بحوالي 110 كيلومترات تبعد عن زاوية أحنصال بـ 45 كيلومترا وعن تيلو جيت بحوالي 12 كيلومترا تتميز بتربة حمراء هذه المنطقة أعشاب عطرية أو أعشاب طبية ونباتات عطرية وأشجار متنوعة وحيش من أرانب وتعالب وسناجب وغيرها من الكائنات التي تعيش في هذه المنطقة إضافة إلى الزواحف التي يجب أن يحضرها الإنسان خاصة في فصل الصيف بطبيعة الحال هذه الزواحف لا تؤدي لكن إذا وطعتها قدمك عن غفلة فإنها طبعا ستلدغك هذه الوجهة متنوعة جدا سترون خلال هذا الشريط خمسة أماكن المكان الأول هو الذي نتوجه إليه الآن إنه قمة الكاتدرال أو قمة سخرة أو جبل إمسفران هذه هي القمة بالضبط علوها 1868 كم منظر رائع جدا من الأعلى يظهر لك واد أحنصال من الأعلى وتظهر لك منطقة إيمين وارغ التي توجد في الأسفل شمالا وتظهر لك الدواوير المتاخمة مشتتة وكأنها رسمتها يد فنان عندما ترى عندما ترى عينك هذه المناظر فإنك بطبيعة الحال أول شيء تتذكره عدمة الخالق سبحان من خلق هذه الجبال وأرساها فهي تعتبر أو تاد الأرض سخرة إيمسفران إذا كانت تعلو عن سطح البحر بـ 1868 مترا فإن علوف السخرة فقط 600 متر وهي تعتبر وجه كذلك لمتصلق الجبال وخاصة لكاسكادور الذين يأتون من كل حدب وصوب سخرة إيمسفران مكونة من ترسبات نهرية حملتها مياه وادي أحنصال منذ ما يناهز 15 مليون سنة حسب قول العلماء الجيولوجيا يرتفع تدريجيا هذه ترسبات موازاتا مع ارتفاع جبال الأطلس ثم سقلت التعرية السخرة تدريجية إلى شكلها الحالي الذي يظهر الآن عدنا لكننا فوجئنا بخراب الإنسان الإنسان أكبر عدو للبيئة وأكبر مخرب ما الذنب الذي اقترفته هذه الكراسي التي وضعت للإستراحة الناس قبل هذا أتوا وبدلوا جهدا كبيرا من أجل خلق مكان للإستراحة تجلسوا للغداء أو لتناول طعام أو للإستراحة وكذلك الشأن بالنسبة لهذه الشاحنة لم تكنها قدما قبل لقد خربوها كذلك هذه آلة النجارة لو لم تكن محمية بالأسلاك الشائكة لفعلوا فيها ما فعلوا فيجب الاحتياط فالإنسان يجب عليه أن يحاول ما أمكن الإصلاح ثم أخذنا الدراجات من أجل حصة تدريبية في العشية في اتجاه زويت أحنصار التي تبعد بـ 45 كم عن هذا المكان حصة تدريبية من النوع الجيد ارتفاع ارتفاع كبير كلما ازددت ارتفاعا عن منطقة إيمين وارغ إلا وزداد هذا المنظر جمالا وكلما أدرت وجهك في اتجاه سخرة إيمسفران ترى منظرا يتغير بين الفينة والأخرى ففي البداية كان المنظر هكذا عندما كنا في الأسفل ثم أصبح هكذا عندما بدأنا ناتلي ثم أصبح هكذا ثم أصبح المنظر هكذا وما إلى ذلك وفي خرجة في 2012 قمنا بها طيبوبة أهالي هذه القرية رغم فقرهم دفعتهم لتقديم لنا يد المساعدة رغم عدم طلبها وفي الغد كانت وجهتنا شلالات وخودن شلالات وخودن هذه الشلالات توجد كذلك قرب مضايق أنرقي قرب عفوا عفوا قرب مضايق الكارثدرال أو مضايق زاوية أحنصال فعودنا من أجل المبيت وتناول الغداء ذهبنا لاقتناء الخبز من عندي أمي سعيد الذي وجدنا عنده هذه الشجرة طلبنا منه القليل فقالنا أجنوا ما شئتم لم نكن لآمن أخذنا فقط شيئا من أجل التدوق شجرة واحدة ورجل كريم وهناك من يملك الأشجار لكن اليد مغلولة وفي اليوم الموالي استيقظنا في الصباح الباكر لا تسمع إلا سخزقة العصافير هدوء مرتبق يعم المكان صمت رهيب في اتجاه أنرقي عندما تتجاء عندما تخرج من كاتدرال بحوالي ثلاثة كيلومترات تقريبا تبدأ نزول في اتجاه آسيف إملول هذا الواد الذي ينبع من ضواحي أنرقي تذهب إلى جنبه ثمانية وثلاثين كيلومترا حتى تصل إلى أنرقي الرحلة كانت متعبة على متن الدراشة لأن الأمر يتعلق بالارتفاع ويتعلق بصعود ليس بالصعب لكنه مرهق نظر لطوله كان رفيقي في هذه الرحلة الأستاذ عبدالعزيز كانت رحلة طويلة لكنها كانت ممتعة نظرا للتنوع طبيعي الجميل الذي عشناه صوت خرير المياه كان يرافقنا طول هذا اليوم تمانية وتلاتون كيلومترا لنصل إلى أنرقي عبر هذه المناظر الجميلة تمانية وتلاتين كيلومترا كلها هكذا مناظر جنب وادي أسيف ملول أسيف بالأمازيغية هو الوادي أسيف نملول فوصلنا ظهرا إلى أنرقي تناولنا غداءنا وقد كانت الجائحة آنداك في طريقها إلى أو بدأت تنزل حالات الإصابة وعلق الحجر الصحي فبدأت الحياة تعود إلى هذه المنطقة وجدنا أناس أكاريم تناولنا طعام الغداء ثم عدنا أدراجنا وفي جعبتنا الكثير من الحكايات وفي ذاكرتنا الكثير من المناظر ومن الجمال فوق هذا المنظر توجد شلالات عجيبة تسمى شلالات كوسر التابعة لقبائل أيت عبدي سنزورها قريبا بإذن الله وفي اليوم الموالي استيقظنا كذلك في الصباح الباكر فقبالة هذه الصخرة العجيبة وهذا المنظر الجميل جدا انطلقنا من أجل الوصول إلى شلالات وخول في الحالة العادية هذه الأماكن تكون كلها مليئة بالخيام خيام مستكشف هذه المناطق الذين يبيتون في أمن وأمان كما تتميز جميع المناطق الأمازيغية والمناطق الجبلية استغل بعض المتطوعين فترة الحجر الصحي فقاموا بإنجاز هذا الطريق باستعمال الدواب وقد وجدناهم لا زالوا في عملهم لقد كان الطريق موحشا لكن أولئك الناس فكوا العزلة وأصبح الطريق بينا واضحا في اتجاه شلالات وخود لقد سرعت الكاميرا هنا حتى أستغل الفرصة من أجل إمتاعكم بأكبر عدد ممكن من الصور ومن المناظر الجميلة وجهة سياحية رائعة وفجأة وصلنا إلى الشلال شلال وخود أمام قوية موسيقى 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 المسيقى صعيف موسيقى تعمدت ترك الصوت من أجل الاستمتاع بخارير المياه وقريبا من شلال وخود توجد هذه المضايق منظر رائع جدا إنه واد أحنصال واد أحنصال النابع من منطقة تاغية التي توجد على مقربة من زود أحنصال ولنا موعد مع هذا المكان كذلك هذه هي المنطقة التي كنا نبيت فيها في منتجع لأن التخيم كان ممنوعا في ذلك الوقت منطقة رائعة كنا نستغل الوقت من أجل تعبئة البطاريات ومن أجل الاستحمام أما في الحالة العادية فكنا نبيت في هذه الأماكن قريبا من واد أحنصال وقريبا من صخرة إمسفران الصور تعود إلى خرجة قمنا بها عام 2012 الهدوء والسكينة لا تسمع إلا زقزقة الحصافير